اشتركوا في القناة وطالب باعطاء كل ذي حق حقه نظرا لنزاهته ونظافة يده انه عمر عبد الحق رئيس نادي النصر السابق الذي حول النادي من مركز شباب الى نادي عريق يضاهي الاندية الاجتماعية الكبيرة منذ توليه المهمة 2006 حتى اتخذ قراره بالاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل النادي عمر عبد الحق الذي اصطدم بالروتين الا انه قرر التصدي له ومواصلة العمل الجاد تحمل المسئولية بالصبر ومساعدة مجلس الادارة ليحول نادي النصر الى جوهرة مشعة وسط مصر الجديد حقق لاعب كرة القدم السابق حلمه بقيادة نادي النصر للمشاركة في الدور الممتاز قدم العديد من اللاعبين المميزين الذين تهافتت عليهم الاندية وكان مصدر دخل جديد للنادي لم يكتفي الدكتور عمر عبد الحق بالعمل داخل النادي انما بدأ في البحث عن حل لمشاكل الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة دخل في صدام مع المجلس القومي للرياضة ومجلس اتحاد كرة القدم في عنفوانه حيث استضاف نادي النصر اجتماعات اندية الغلابة اكثر من مرة للتصدي لمخالفات الكبار وكشفها امام الرأي العام ورغم استبعاده من الانتخابات في 2011 بسبب بند الثمان سنوات الى انه قرر مواصلة العمل من اجل النهوض بالنادي وقف بجانب شقيقته صحر وحثها برعايته وتأييده في الدعاية الانتخابية لضمان تام لاستمرار الاسرى على قمة هرم نادي النصر حتى اصبحت اول سيدة تترأس ناديا رياضيا في مصر ورابع سيدة تترأس ناديا في العالم قبل ان يعود لرئاسة النادي من جديد في عام 2017 شهدت فترة ابتعاد الدكتور عمر عبد الحق عن رئاسة نادي النصر في تقديمه لبرنامج رياضي شهد له الجميع بالنجاح والموضوعية والحيادية حيث ناقش العديد من القضايا الهامة استضاف مشاهير الرياضة في مصر رئيس نادي النصر يحل ضيفا على الاهلي يحاور ليكشف العديد من الاسرار الخاصة وعلاقته المميزة بالنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورأيه في العديد من القضايا الرياضية والكروية اشتركوا في القناة